اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ما هي الآية التي تقع بين آيات الصياف وتتصليها بها في الركعة الثانية من التعريح ما هي الآية التي تقع بين آيات الصياف هي قولي نبارك وتعالى وإذا سألك عبابي عني فإني قريب طيب سؤال أيضا لماذا وقعت هذه الآية بين آيات الصياف؟ نحن هنا عرفنا الآية التي وقعت بين آيات الصياف طيب لماذا وقعت بين آيات الصياف؟ خلية الله يفتح عليها تعالى لماذا وقعت هذه الآية آية الدعاء؟ وقعت وقعت آيات الصياف لأن دعوة الصائف لا تعد ولذلك وقعت الله تبارك وتعالى بين آيات الصياف ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة دعوات لا تعد ما هو من رسول الله؟ دعوة الإمام العالمي ودعوة الصائف حتى يستر ودعوة المرثومة نعم طيب تعالوا بنا أيها الإخوة لنتفتح ونتدرس هذه الآية نجد في القرآن الكريم ونتأمن الله تبارك وتعالى حينما يقول لنبي صلى الله عليه وسلم يسألونك على سبيل النساء يسألونك عن الأهلة قل قل يا محمد يسألونك عن الخمر والميسب قل يا محمد يسألونك ماذا ينفقون قل العفو يسألونك عن اللذفان قل إنما في آية الدعاء لا توجد وصفة بين العبد وربي وإذا سألت عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدائم إذا تعالى أهل اللغة ونماء اللغة لمدة أن تكون أهلة الشرط في الأول ثم إيه؟ جواب الشرط فيعني تقول إذا تعالى إذا تعالى أجيبه الله تبارك وتعالى أتى بجواب الشرط طفلاً أتالي بسرعة الإسجارة أهل أكبر أجيبه دعوة الدائم إذا تعالى طيب لماذا لن يقول الله نبارك وتعالى أجيب دعوة الدائم إذا تعالى لما ربك يقول إذا يبتشي التحاصل حاصل مثلاً على سبيل المثال كُتِبَ عليكم إذا حضر أحدكه الموت محكي خدم أضبك كُتِبَ عليكم إذا حضر أحدكه الموت ثم قال إيه؟ انترك خيلاً للوصيلة مش كل واحد يوصل فعبر إيه؟ بإيه؟ ولذلك نبارك وتعالى يقول في آيات الكثيرة إذا الشمس موعة وإذا السباق فقرة وإذا وإذا لأن دا قبعي الخصول حاصل حاصل لا مخاب طيب إذا وجدنا آية فيها إذا وفيها إن يبقى إذا تعبر عن تكسمة الخصول وإن ربما تأتي للشيء المستحيل مثلاً قل للتعب القري كان لرحباني ولد ومع الرحباني ولد لا مستحيل فيعبر وإن ربما تعالى بإيه؟ بإيه؟ طيب قال طبو خبرك وتعالى ولما جاء موسى لنقاتل وكلمه ربه قال ربي أيني أنظر لهين؟ قال لم تراني ولا لي نظر إلى الجبل فإن استخرت؟ فإن استخر مكانه فسوف تراني طيب أخباب تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قلتم إلى الصلاة فغسروا كلنا بقول الصلاة فلذلك أخباب تبارك وتعالى عبر بإيه؟ بإذا طيب وقال الله وإن كنتم جنوباً فالطهر مش كل تذكروا إما إيه تستخدم لإيه؟ للطلة وإذا تستخدم لكسرة في أي كتين؟ قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا بعيد إذا تدايلتوا بذين فالذين كثير وقال الله تبارك وتعالى فإن كان الذي عليهم الحق سبيلاً أو ضعيفاً تمام؟ فعبر بإيه؟ 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 عشان يسكون لناس لا يعيش فلذلك ففرق بين إذا وإيه؟ 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 ندي لسؤال المجلس إدارة المجلسة 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 السؤال يقول من هو الصحابي الجليد الذي سلبه النبي صلى الله عليه وسلم من مفتاح القعدة أوش أنكم تحكوا عن كل وقت تمام؟ أقول لكم إنكم اسم حتى تثبت في الأسلام سيدة محافظة صادوا عليه لما بكى إلى مجلسة في آل فتح طاف بالبيت سبعة ثم أراد أن يصلي ركعتين داخل الكعبة فمسباح الكعبة كان معهد الصحابي فسيدنا علي رجبه تبارك وتعالى عنه أفد منه رنوة يعني للأصل فلما صلى نبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة أضح الله تبارك وتعالى إليه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فدعا النبي صلى الله عليه وسلم من المستحاطين؟ إليه الآن قال إن الله عسى وجل أنزل في شأنك قرآن يتدى إلى يوم القيامة إن الله يأمرهم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فرق إليه المفتاح فمن هو الصحابي الجليل الذي معه المفتاح فيه وفي بنيه وفي ذريته إلى يوم القيامة لا يدخل منه إلا الظالم من هو الصحابي؟ هذا السؤال دعوني أشكر مكلس كبارة المكامة على الإسلام لهذا الجنب المشكور كما أشكرهم أيضا يعني لاستطاع المنفذ بيع الخبرات ودي بداية جميلة لأهل الجهي وأهل المكان وربيبين إن شاء الله جايتين يعني تلاجات المجمدين ومجمدين 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 يعني يحاول بقدر مستطاع فتشفرنا بلدي وتعاكمهم مع مدرسة الصراعة يعني يشترون الباب من المزاردين ثم يصنعوها ثم يبيعوا متجاة الباب وهكذا تلاجات المشكورة والبداية داعك غلما صعبة في أي حاجة الأكواة البداية صعبة فنبت علينا أن نتعاون يلا الله أتقارب وتعالى فال وتعاونوا على البر والتقوى الله أكبر وحيوا يعني الشيخ أنت بتقول للمنفذ والنسبة للمنفذ سعره يعني مش مش ريس وغيرته مش نال أنت اللي بتشتري بالمنفذ والله ترجر ترجر بميلة لأن المنفذ ده تتابع المجاب على الإستاني المجاب على الإستاني بعد تعاون المجالي يعني إن شاء الله المدير المشروعاتي ترجف الأيتان ومجالس في العريس والعوين عارف حجمتا ومساعد البرضة والمحتاجين والفقارات فهذه هي بداية فلا بد أن نتعاون وأشكر بالأخص رئيس مجلس وإيارة المجاب على الإستاني المهندس واهي الواصف والسادة الأعفار المهندس بصرحالة فيه ومساب قبي والدكتور فسار والمهندس ياسم كلهم يعني نتعاون مع راحتنا البعض لطولنا لتبارك وتعالى وتعاونوا على الدر والتوى أنا أسف للطول نسأل الله سبحانه وتعالى أن تنفقنا في الدين ونعدمنا التأويل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا الذين يستمعون القول فيتنعون أحسان اللهم اهدنا فيمن أبيت وعافنا فيمن عافيت وتوأنا فيمن توليت اللهم أصلح الله عين العين اللهم أقوم الراية الإسلامية اللهم اجعل مصر أمنا تماما سطارك رفاءك وسائل وثلال المسلمين اللهم اشتركوا في القناة والحمد والحمد والتعالى ونصرنا عدم العبادة وفتن بالباقية والصالحة ربية عبادة وسلمهم وسلم وبالك على سيننا وحبك وعلى آله وصحبه وسلم وأشكركم على حسن استماعكم وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته 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 يا رحمة الله وبركاته